تبحث وزارة الصحة الإسرائيلية إمكانية تعليق العمل بخطة فتح المجمعات التجارية والأسواق بسبب ارتفاع عدد الحالات النشطة بشكل مستمر فيما يتوقع منصق مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية نحمن إيش إمكانية فرض إغلاق ثالث بالبلاد وشرع وزير الصحة الإسرائيلية يوليد لشتين بإجراء مشاورات مع التواقم المهنية في الوزارة بهدف تعليق الخطة التدريجية لافتتاح المجمعات التجارية والأسواق ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقربين من إدلشتين قولهم إنه يعارض التجمهر في المجمعات التجارية ويرى أن ذلك يخالف التعليمات والإجراءات المعمول بها